مهمة صعبة وطويلة أمام دول الاتحاد الأوروبي لسد فجوة الطاقة الناجمة عن توقف إمدادات الغاز الروسية فيما يبدو أن الكتلة ستشتاز شتاء هذا العام بإمدادات كافية مع امتلاء 91% من قدرة التخزين بأكثر من المستهدف البالغ 80% بحلول نوفمبر إلى أن أوروبا تواجه معوقات عديدة تقف في طريق تأمين إمداداتها من الطاقة لعام 2023 والأعوام القادمة هذا بحسب تقرير حديث صادر عن دويتش بانك التقرير أشار إلى الغاز المسال باعتباره أقرب بديل للغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب لأن هناك معوقات تصعب العملية على رأسها قضية التمويل حيث تعد مشاريع الغاز الطبيعي المسال بمحطاتها ومنشآتها وشبكات توزيعها ضاهدة التكلفة وحساسة لأسعار الفائدة واسترتفاع وائد السندات وتباطؤ النشاط الاقتصادي ما يحد من التدفقات النقدية في الاستثمارات وحتى في حال التفكير في الطاقة البديلة فإن أوروبا لن تكون قادرة على الاعتماد عليها بنسبة 100% حيث يوضح تقرير دويتش بانك أن إمدادات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتقلبة في أوروبا على سبيل المثال تلبي تلك الطاقات ما بين 10% إلى 100% من الطلب على الكهرباء في ألمانيا اعتمادا على حالة التقص علاوة على ذلك فإن التكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة بحلول 2050 ستكلف أوروبا نحو 5.3 تريليون دولار وينضم إلي الآن من لندن إدريان كوكس محل الأبحاث لدى دويتش بانك إدريان أهلا وسهلا بك معنا هذه الأزمة إذن فينا نقول بأن تم تأجيلها أو تأجيل دخولنا في أزمة حتى العام المقبل أو يعني لن يشعر سكان أوروبا بأزمة قبل العام المقبل هل هذا ما ينوه له تقريركم هذا هو المفهوم بالنسبة لنا لأن هناك هذا التقدم في الاتحاد الأوروبي في إعادة ملء المخزونات في السنة الماضية إذن بذلت هذه المجاهيد وحتى الآن تحدثنا عن ملء بنسبة 91% وهذه نسبة سليمة من ناحية القدرات ولكن الآن هناك هذه التحديات الكامنة أولها طبعا تحسين نوعية الإمدادات كما سبق وذكرتم في خلال هذه السنة كان هناك هذه الإمدادات التي تخلصت من روسيا وحتى ننتظر أن تتخلص إلى 80% وبنسبة 80% إذن يجب علينا أن نؤمن التعويض لسيما من الغاز الطبيعي المسهل مع المحاولة لتخفيف أيضا تخفيف تأثير عدم تواجد الغاز مثلا كبح الطلب وجعل السياسات تفرض سقفا سعريا في الغاز إلى آخره ولكن هناك هذه التحديات على المستوى الأبعاد التي تكمن في طريقة ضمان استقلالية أوروبا من الموردين الآخرين لأن أوروبا هي أكبر المستوردين حول العالم بنحية الطاقة وفي الوقت كيفية تحسين نوعية الطاقة الخضراء إذن هناك هذه المستهدفات الصعبة جدا في تقليص الانبعاثات أولا بـ 65% بحلول 2030 بمقارنة 1990 وهناك بعض التقدم المحرز ولكن بالمجمل هذا يتطلب تقليص الانبعاثات بـ 5 إلى 6 بـ 100 وحتى الآن 1.5% سنويا فقط إذن هناك مجاهد كبيرة يمكن أن أزمة الإمدادات تأجلت للعام المقبل لكن أزمة الأسعار تبقى مع المستهلكين هذا العام أسعار الغاز يمكن أن يكون الغاز متوفر بالفعل لكن أسعار للغاز للكهرباء ارتفعت طبعا بأحيانا ستة أضعاف هل هناك أي مش حلول لكن أي دعم ممكن أن يأتي في أوروبا لهذه الأسعار وهل في أمل أن تعود لتستقر عندنا مستويات متدنية أم هل لنا أن نتعود على مستويات أسعار مرتفعة بهذا الشكل السؤال صعب أليس كذلك في الاتحاد الأوروبي كان هناك بعض الخطوات من أجل معالجة هذه المسائل السعرية وكانا ولا يزال هناك هذه المباحثات المرتقبة هذا الأسبوع في هذا الصدد ولكن فيما يتعلق بهذه المحورية بفرض مثلا السقف السعري وبين من يفكر أن ذلك قد يقود الأمن أو حتى التضامن في السوق المفتوحة الموحدة النقاش مفتوح وهناك مسائل أخرى تدخل أيضا في حيز النقاشات على سبيل المثال فرض الضرائب أو التسعير أيضا مع المعاملات والتعاملات مع النرويج والدول الأخرى بمحاولة للمراقبة السعرية ومن بعد تقلبات كثيرة في الأسعار بعد شهر أغسطس وعدم التأكد من إعادة مال المخزونات ولكن العودة إلى الوراء بخطوة واحدة ونظر إلى المسائل كيفية جسر هذه الهوة الغازية المشكلة هي على مستوى البنية التحتية في أوروبا وتأمين هذه الحقول اللازمة أوروبيا وهناك هذا الملء أيضا للمخزونات في الأنظمة للتخزين وأيضا الأنابيب التي هي صممت لتكون معتادة ومخصصة للوقود الأففوري الآن هناك هذه التحديات في تغيير البنية التحتية وهناك أيضا الوقود الآخر المستخدم في أوروبا الطاقة النووية وهذا يحمل أيضا التحديات الإضافية في ناحية المنشآت المتوقفة الآن مثلا بسبب الصيانة وأيضا كل هذه الجهود المتوقفة الآن ونفكر أيضا بالجفاف وكفي التأمين المياه للتبريد هناك هذه المشاكل الكثيرة والتحديات أيضا أمام الاتحاد الروبي في مجال التخزين النقل على الانتاج إلى خيره ولكن حتى الآن أن الأسعار المرتفعة هي أمر سيستمر ولكن بناء على ذلك نظن أن هناك ما يكفي من غاز في أوروبا لهذا الشتاء وأيضا للشتاء المقبل أيضا في حال لم تعد وتصدر أو تعيد التصدير لهذه البلدان من أجل كبح الطلب بـ 20% في وسط السيناريوهات المظلمة وقصص الأحلام المزعجة نحدثنا عن إمكانية قطع الكهرباء لأوقات معينة لفترات معينة في مناطق معينة في أوروبا هل هذا بالفعل ما زال السيناريو يجب أخذه بالحسبان لهذا الشتاء نعم هذا أمر يتم تنظيمه ويتم أخذه فيه الحسبان حتى الآن لا نرى أن ذلك سيكون لازما بهذا القدر ولكن سيكون هناك حاجة إلى إجراءات من أجل كبح الطلب من أجل تفادي هذه السيناريوهات المحددة الآن بنظر إلى التقدم المحرز أصلا ألمانيا مثلا وكل المستهلكين وزبائن الصناعيين الذين يستخدمون الغاز ليس فقط كمصدر للطاقة ولكن أيضا كمادة أولية كبحت الطلب بعشرين بالمئة في خلال الصيف الأخير وذلك بسبب الطلبات الاقتصادية التي رأيناها ولكن فيما تعلق بالاستهلاك لم يتم خفض الطلب عند المستهلكين الآن مع بداية فصل الشتاء في أكتوبر وهذا سيكون أمرا محوريا لتحديد الطلب وكيفية أو إمكانية تقليصه بالنظر للوضع المالي الصعب الآن عالميا وفي أوروبا تحديدا وبالنظر لما تحدثنا به بأن التحول إلى الطاقة نظيفة بحلول 2050 ممكن أن يكلف أوروبا أكثر من حوالي 5 أو 5.5 تريليون دولار هل ترى بأن هذه التكلفة يعني كم من هذه المشاريع ممكن تطبيقها بالنظر لضيق التمويل أنت محق تماما هناك هذه التكلفة الباهظة اللازمة من أجل تحقيق الانتقال ولكن الآن الصعوبة في ذلك تكمن في أن هذه التكلفة تنطبق على كافة الشرائح هناك بعض الحكومات التي هي مقايدة من ناحية التدفقات المالية ويجب عليها أن تقرر وتتخذ القرارات الحاسمة هناك بعض الحكومات الصناعية بشكل أكبر وهناك أيضا الأسر التي يجب عليها أن تسخر هذه الكميات أيضا من المبالغ المالية على تركيب الأدوات المتعلقة بالطاقة المتجددة وهذه الأسعار هي مرتفعة بالمقارنة بالأدوات الأخرى وما اعتدنا عليه من أدوات تناسب وتجد تناسب الوقود الأحفوري هذا سيكون نعم تحديا بالنسبة لنا ولا بل مشكلة فيما يتعلق بالمستقبل القريب ولكن بناء عليه هناك بعض الأصوات المشجعة على القيام بالامتقال أولا مع ما يسمى صندوق التعافي من بعد كورونا وتم تخصيص الثلث هذه المبالغ لمسائل طاقوية ومشاريع متعلقة بالتغيير المناقي وهذه خطوة كانت استراتيجيا مهمة جدا ولكن أضلا محفزا اقتصاديا هاما وبناء على ذلك نرى هذه الإشارات أن أوروبا الآن تعبر عن التضامن والتشجيع للأشخاص في أوروبا من أجل تشغيل المعدد في الأوسل وفي الشركات بناء على هذه الطاقة الجديدة وأن أسعار الغاز المرتفعة من ناحية الاقتصادية هناك تشجعت لهذه الشركات من أجل الاستثمار في الطاقة المتجددة حتى وعلى رغم من مشاكلها ولكن هناك ما يعمل الآن ويجب أن انتباه عند الحديث عن البنية التحتية وكل القيود متعلقة مثلا بشروق الشمس وغروب الشمس وتواجد الهواء وعدم تواجده ولكن هناك بعض الإشارات المشجعة نعم ويمكننا أن نرى ذلك في المبالغ المسقرة والمستثمرة في الطاقة المتجددة الآن التي زادت بـ 2% من الخليط الطاقوي الأوروبي بالمقارنة مع السنوات الماضية من أجل 40% بشكل إضافي في حلول 2030 وبنظر إلى ألمانيا مثلا أن الطاقة المتجددة كانت عند 10% من الأمداد الكهربائي ولكن الآن 45% إذن الإشارات مشجعة شكرا جزيلا لك أدريان كوكس وفي ألمانيا إذن في الوقت الذي يتوقع أن تواجه ألمانيا شتاء قاسيا أعلن المستشار أولاف شولتس أن بلادها ستوجد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد ستؤجلها إلى ما بعد نهاية ديسمبر المقبل حتى الخامس عشر من أبريل من العام 2023 اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي